اشتركوا في القناة الحرب الروحية اللي خدنا دروس رح يعرفون المعلومات لكنكم معلومات مهمة جدا هم رح يتعلموها واحنا نتعلمها معا لانه المزمور يجمع كل الافكار يعني مزمور رائع جدا يفيد كل اللي موجودين بهذا المكان واللي يسمع بهذا الوقت تعرفون عندنا معركة شئت ام ابيت صح معركة موجودة معركة معركتنا مع العدو وعندنا انتصارات جندي كلنا اللي موجودين بهذا المكان واللي يسمعني اللي يقول انا مؤمن بشخص الرب يسوع هو جندي احد مقاتلين للرب يسوع المسيح اذا كان رجل واذا كانت امرأة الكل سواسية في القيمة امام ملك الملوك ورب الارباب مزمور 91 من المزامير الرائعة اللي ربي علمنا بها اليوم تعاليم رائعة لكن قبل ما ابلش بهذا المزمور ايدا اوطيكم فأفكار مهمة جدا تعرف احنا احنا بحرب موجودة على هذه الارض هذه الحرب لازم تفهموها كل الزين الكل اللي قاعد بهذا المكان من يولد يولد على ارض هذه الارض بيها مملكتين يا اما مملكة الشر او مملكة الخير هو مملكة الله او تحت سلطان ابليس لا يوجد ارض محايدة لازم تفهموها ولازم تفهمون الاخرين ماكو مكان تقول انا لاوي ابليس لاوي الله يا اما تكون في احضان ابليس يا اما تكون في احضان الله ولهذا سبب موضوعنا اللي يسمعني اليوم واللي موجودين بهذا المكان مهم جدا حتى تعلمون من خلال هذا المزمور تقدرون توصلون رسالة كاملة بالحرب الروحية وبالامور اللي المؤمن والمؤمنين لازم يفهموها في حياتهم اللي احنا عايشيها شي يقول هو من عندنا عبانهم ابليس شخص غير مدرك للامور شبيه شيطان دوس عليه دوس عليه شيد دوس عليه فلازم نفهم من هو ابليس هل هو حكيم هل عنده شخصية هل ما عنده ما شنوه ولهذا السبب لازم تفهم بأن عدوك هو ذكي جدا ومهم جدا احنا ندرك وندرب نفوسنا على الخطط اللي راح تواجهنا في مسيرتنا اللي احنا دينعيش بها ما دام انت مؤمن انت في حرب ولازم تدرك بأنه احنا ما دام في حرب لازم نعرف خطط العدو اللي هي قدامنا خلونا نقرأ المزمور وبعد ما قراءتنا المزمور هذا المزمور سويا راح نقرأ خلونا نوقف امام كلمة الله ونقرأ مزمور واحد افتح كتابك المقدس واذا ما عندك كتاب مقدس امامك الشاشات نقرأ هذا المزمور اغلبيتنا حافظين بعض الاعداد من عنده لكن مزمور راع اليوم الرب يريد يكشف انه عدة صور هذا المزمور فرجاء في المسيح افقوية ولا تطلع من هذا المكان يعني حتى اللي يسمعني لا تطلع وتعوف انه كلمة الله راح تلمس امر مهم في حياتك تقول كلمة الله في مزمور واحد تسعين الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجأي وحصني الهي فاتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يضللك وتحت جنحته تحتمي ترس ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجا ولا من هلاك يفسد في الظهيرة يسقط عن جانبك الف وربوات عن يمينك اليك لا يقرب انما بعينيك تنظر وترى مجازات الاشرار لانك قلت انت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك لا يلاقك شر ولا تدن ضرب من خيمتك لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرعك على الايدي يحملونك لان لا تصدن بحجر رجلك على الاسد والسل تطأ الشبل والثعبان تدوس لانه تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له معه انا في الضيق انقذه وامجده من طول الايام اشبعه واريه خلاصي مبارك اسم يسوع وله كل المجد كل المجد امين بالفعل الرب يغطينا بدمه بهذا الوقت ويغطيكم لانه الموضوع مهم اذا صار عندك اي تشويش او تشتت فكرك بغير مكان ارجع رجع مكانك يعني لانه مرات هوايا بليس يضرب حتى لا نفهم الكلمة ليش يضرب لانه الموضوع يخصه ومن يكون الموضوع يخصه يضرب اسهمته ولهذا السبب اليوم كاتب المزوري قدمنا طبعا تعرفون المزام هي شعرية شعر ومن ضمن هذا الشعر هو يضطي مجازي شنو المجازي يعني يضطي امور مجازية لكن لب مالها لب روحية قوية جدا جدا يعني من تجي تربط المجازي مع الروحي رح تشوف قيم كبيرة جدا بهذا المزمور بس هو مزمور شعري مجازي ولهذا السبب رح نفهم الامور المجازية في حياتنا شون الرب يعلم نياه الرب يطينا امور مهمة جدا بهذا المزمور هوا هوا امور بس طلعنا خمسة بربعية خمسة باربعة خمس امور ابليس يستخدمها ويا المؤمنين ولازم ايش تكشف هال امور لانه لا توقع بيها ويا هال خمس امور الرب مطينا ربعية منو يعرف ربعية شنية ربعية كانت بالعراق اللي يقعد على الرباعية يقول لك تدمر مدينة دوش كرباعية فبالفعل مطيق ايش رباعية دمر بيها كل مصائي دفليس بس اهم شي ما توقع بالمصيدة لو قاعد بالمصيدة ما راح تقدر تستخدم سلاح الرب اللي يطيق خمسية شنية قرأت المزمور اكو بيها فخ الصياد صح اكو فخ مصياد واكو وباء الخطر واكو خوف الليل واكو سهم يطير في النهار واكو على الاسد والصل تطأ هي هوية بس هذول الخمسة خلي عليها خط من تروح للبيت وانت تقرأ مزمور واحد وتسعين وراح نشوف ايش الرب يكلمنا من خلال هالخمس امور شون بليس يستخدمها ضدنا يعني مراتب من فخصيات شنو فخصيات فخصيات شنو فخصيات فشوف اول كلمة اسلوب الاول اللي يقود بليس في حرب ضدنا فخصيات فخصيات شنو كم واحد هنا يصيد كم واحد هنا يصيد ما لكو احد سياد بيكون قاعد هنا باو اكو صيادين احنا نروح نمشي نشوف صيادين ماهرين وصيادين سموهم هوات هاوي يعني هاوي يصيد فالهاوي يصيد مثلا تشوفه بتروح على السسمة يصيد يضب السنارة ما لأ يكون بس الماهر يعرف يودي الصيد ما له الصياد الماهر يعرف قيمة الشي اللي رح يصيد ه والصياد الغاوي ما يعرف قيمة اللي بس يريد يصيد شي في وقت من الوقات كان ابن عمي بديمشي بالسيارة ما لما التاكسي شاف طير كبير نهار كامل يركض وراه هو لو موجود يمكن يسمعني فصادها طلعت بومة بومة كبيرة يركض وراها نهار كامل عاف شغلة حتى يصيد قال هاي تجيب لي فلوس قيامه لأنه بومة شي كبورة ولما نشالها وجرحتها وعضتها واسكت يعني سويت الان رادي يروح يبيعها يا محل اللي يدخل يقول هذا امشي طلع التفقر جاء بالنبوة عايب العراق فحار بعدين بيها بالاخير قول النهار ما لي خلاص والدنيا ما لي خلص وبالاخير يريد اطيها بلاش ما حدا محل بها خذها بس اللي يريد يصيد كان اكو شخص يريد يصيد شيء ابيض تعرفون الابيض كلش غالي اغلى من الاسمر سقر الابيض اغلى من السقر سقور سمر هواية وين ما تروح اسمر تشوف اسمر هواية بس بيض صعب صعب تلقي واحد ابيض سقر الابيض اذا تريد تصيد تعرف الصياد شوية بحثت عنها يدفن نفسه بالتراب ويبقى فترة من الزمن يراقب شوكد يطير هذا الصقر يظل اشهر وراه حتى يعرف بيا وقت يطير ويا وقت يأكل وشون يأكل ويوقف بالمكان اشهر حتى يقدر يصيد ينام بالقاع ويغطي نفسه بالتراب ويطلع عيده ويلزم طير صغير ويبقى جوا بالتراب الى ان يجي ويلزم هذا الطير هو يلزم هو يلزم ذاك من رجلة يصيد يلزم هالشكل عمود بهذه الفقرة بس فقط يصيدون الصقر البيض وغالي ثمن جدا ليش لأنه شيء ثمين من كتب فخصيات لا تفكر نفسك يبحث بليس على واحد تعبان حربنا من قلك فخصيات اه رب انه انت مؤمن اذا انت مؤمن تعبان ولا بليس يجزك ولا واحد يصيدك لأنه انت واقع يصيد منهم ما الاشخاص المهمين ذو قيمة ما يجي على شخص ما عنده قيمة ما عنده عمل ما عنده خدمة ما عنده ما يجي وانما يصيدك الى انت شخص لك قيمة بالكنيسة او مؤثر فيبحث لك على ايش على مصيد ولا تفكر نفسك قبل يصيدك يدور وراك يبحث وراك يبحث ويفتح امامك ابواب المصيد من نقاط الضعف اللي راح قليتك شنو الضعف اللي موجود شي عجبك تاكل يخليها قدامك طبعا يا مو بس اكل مو قصة تكل شهوات مالنا شهوات الجسد كنا عندنا شهوات عندنا ضعفات يبحث بليس ويجند وراك الاف من الاجناد الشر حتى يقولون هذا يوقع بهايا الشغلة سوو لها مصيد بهايا الشغلة وبالفعل وتوقع بهذا المصيد فأول اسلوب اسلوب فخ الصياد ثاني اسلوب الوباء الخطر الوباء الخطر كنا مثلا نحن عبالنا يدب علينا كورونا مو مرض بس قلتلكم هو ديطي كاتب المزمور أمور أمور مجازية فخ الصياد أمور مجازي الوباء الخطر أم أيضا أمر مجازي ش يقصد بالوباء الخطر هذا الوباء الخطر مشكلة تعرفون الوباء هسا احنا في عصر الوباء عايشين في عصر وباء شنو الوباء كورونا شبي كورونا يعدي شيعدي شيعدي شخص واحد يدخل بيه كورونا ضرب الكنيسة كلها ليش ليش لأنه وباء ينتشر بسرعة ولأل سبب غلق وفلان شي وغلق وفلان شي وغلق وفلان شي وأسرع واحد ينظر بها من هو اليوم قوي اللي ما عنده مناعة أسرع شخص يأخذها وعم سيف خافت حقيقة صدقوني حقيقة هالوباء الخطر مو فقط مرض لش يريد من عندنا الرب هذا الوباء الخطر شو نبليس يضربك بالوباء الخطر بعو إبليس من يضرب روحيا بالوباء الخطر تعرف الغيرة اللي تضرب بالكنيسة شو حسو عنده غيرة عنده غيرة والغيرة ما لا تعرف سي سوى بها يغار من أمر معين ومن يغير من الأمر معين وعنده كبرياء بهذا الأمر فيقعد ويباوع بشخص ويألف عليه قصة من ألف على شخص قصة يعني يجي عليه وقال هو تعرف هو فلان شي غير فسوت ألف ألف قصة من ألف قصة وقعد في كنيسة وقعد في مجموعة وقال لهم تعرفون يعني شغلة فلان فلان يسوا فلان شي منه راح ينضرب بها ناقص المناعة منه ناقص المناعة ناقص المناعة الشخص اللي ما عنده علاقة مع الرب أول شخص ينضرب بها فتشوف الأمر الشرير اللي إجا عدو الخير وزرع وضرب به فشفت كل الناس تخابر يقول لك ها تعرف فلان شي هو ما يعرف شو السالفة بس من وراء هذا الشخص الرائع ضرب كنيسة بالكامل ليش لأنه الغيرة مالها والضعف مالها أدى إلى أنه يضرب الكنيسة بالكامل الغيرة وهذا الأمر حتى بالعالم تعرفون الموادات شون تطلع شون تطلع الموادات فلان واحد يطلع بشغله تشوف نص شعب العراقي مقلد بليس سوى بليس ما يحتاج أنه يروح على النص مليون يحكوا يقول لازم تغير ولازم تلبس صير ولازم دق دق فلان ما يحتاج شير وحير على فت فلان ويا جماعته يقول لأ أنت سوي هالحركة قصت لك هالشكل وصفر هالشكل وخو حمر هالشكل ودق هالشكل وطلع بالتلفزيون شون الشباب تذكرون أنا على زمان أذكر موعدة البوكلة من كان سوى هالبوكلة من اي ابا اخ ابا مساء عبو يسام الله يخلي إلنا طلع البوكلة أول بوكلة اللي انطشت بالشوارع هي أهل الثورة كلهم قاموا بوكلاتهم وقمصانهم اللي ممردها تمشي بالشارع ليش بوكلة واحدة سوت طلع ثاني مرة مزين صفر مثل اخوية سامير كلها زين صفر ليش معنى لأن يريدون ايش يقلدون أمر معين ابليس من يجي يضرب بالوباء الخطر يضرب هالشكل يضرب الكنيسة يضرب مجموعة مؤمنين يضرب خدمتك يجيب لك واحد يطيق في الشغلة وشفت انه طشت الشغلة بكل الكنيسة وانت مضرب وانت مجموعة وانت لهذا السبب لازم نفهم بانه من يطرح فكرة طرح فكرة ويالتلاميذ تذكرون خميس الفصح طرح فكرة شن الفكرة من يكون الأعظم فينا الرب راح يقول من يكون الأعظم من اخلي واحد رئيس عليكم من تريدون اصير له هذا يصير له هذا فلان يصير فكرة طشة الفكرة بين التلاميث من طشة الفكرة بين التلاميث الرب حس بهم بين وقعوا بالفخ لانه يريدون يكون من هو الأعظم من بين عظيم من اللي لازم يستحق يكون بهذا المكان لازم نخلي هذا المكان وضرب لكن الرب يسوع المسيح علمهم درس التواضع غسل أرجلهم قال من يكون بكم عظيما هنا يكون لكم خادما يضرب بليس أفكار يضرب أمور الوباء الخطر يفسد في الظاهرة تعرف يفسد في الظاهرة شنو يعني نص الظهر شنو يفسد في الظاهرة إحنا أنا أنا من الخدام إذا أنا أفسدت في الظاهرة شنو أفسدت في الظاهرة بس نزلت من الخدمة وقلت يا بخ شنو وعضة وعضة تقس فلوريد اليوم يعني تشنت رائع جدا غيرة ضربني بها عدو الخير وخلاني إيش أنتفخ من انتفخت بهذا الأمر في وسط الظاهرة في وسط خدمتك أنت تنظر بلا شي رح يقول لك بليس أنت رائع جدا أنت تشنت اليوم مميز جدا يجي واحد يقول لك أنت بسكن بالخدمة ولك لو مو أنت بالكنيسة الكنيسة تخرب وأنت شي يصير بيك نفخت فمن النفخت ضربك الوباء ضربك الوباء الخطر اللي راح يدمر تعرفون الكاركاتير اللي رسمت على الرسول ازضرب بها بليسة شرق الوسط كلهم ضرب طلع واحد رسم رسمة ضرب بيها شنو ضرب بيها كل كل شرق الوسط أنه يساء على الرسول يساء الرسول ضربت بيها الكنيس ضرب بيها ضرب بسيط بيها عدو الخير في وسط الظهيرة وتشوف بأنه عداد من أجناد الشر تهيج ولهذا السبب لا تسمح لتبقي كن بالنور لا تمشي وتنشر الشر الشر ينتشر مثل الوباء صدقوني الخبر السيء شعن ينتشر سامعين لو ما تسمعوها خبر سيء بلحظة بطرفة عين ينتشر الخبر السيء بس الخبر الجيد ما حد ما يقول مثلا أنت تسويت فلان شي ربي يباركك بس إذا تسويت شغلة مكسورة بو كل كله عرفت الشيء ثالث سلوب ثالث خوف الليل شنو خوف الليل من يعرف خوف الليل شنو خوف الليل مو نقراها خوف الليل شنو خوف الليل يعني أكو عندنا أسباع احنا ما يخافون من الليل صح بس الكاتب يقول لك أكو خوف الليل تعرفون أكو أمر صحي خوف الرب زراعة بنا يسمو خوف صحي تخاف تخاف من النار تخاف من نفسك من مرتفع تخاف صحي بس أكو خوف مرضي سيسمو فوبيا صح قال دار ستي اليوم فوبيا شنو فوبيا شنو من يعرف شنو الفوبيا فوبيا الخوف الذي ليس له أساس زين انتبع علي خوف الليل خوف الليل من ديج يشرح لنا ياها أقوى الشيء يجي بليس يضرب كبيب أنه يطيك وهم يوهمك يوهمك ليش وهمك يعني مثلا أنا دائم شي أسأل طفل أضوية وراح يجي لي صوت قول يدير بالك أكون نقرة قدامك أكون نقرة بعد شي سوي في خوف الليل يشل خوف الليل يشل المؤمن بخدمته يجي يطيك وهم المدع يقول له أوهام يجي زراع يقول لك هذا يكرهك هذا الشخص ما يحبك يتكون موجود هذا الشخص ما يريدك وهم ويكبر الوهم عندك ويخليك أنه حتى على الكنيسة ما تيجي كل شي ماكو كل شي ماكو ليش لأنه أنت في الليل لأنه أنا عدو الخير لو يجي قال لي أكون قدامك نقرة قل لك كذب يا عدو الخير لأنه النور موجود فأنا أمشي بس إذا أنا بالظلمة وقال لي أكون قدامك نقرة أكون قدامي نقرة ملاح تحرك فيشلل حركتك عدو الخير أي واحد متشلل حركته بالخدمة أعرف بأنه هو مضروب بالسهم الثالث هو خوف الليل خوف الليل تعرفون أقوى شخصيتين داود وإليا شو أخافه خوف الليل داود الرب مساحة أنه يكون ملك صح ما لا حدخل بالتفاصيل بس أريد أذكركم شي بالكتاب المقدس خاف من منه من شاول وأنت ملك يا الرب مساحك وقال لك أنت اسم الملك ومكان ما يجعل أمر معين انهزم شاول إلى الفلسطينيين إلى العداء يعني راح التجى إلى العداء ومن التجى إلى العداء رادي قاتل شعب الله ومن رادي قاتل شعب الله سوى روحها مخبل ومن سوى روحها مخبل قال لو أكون أنا دودة ولو أكون أنا حجرة أو كل بيت هو داود يقول عن نفسه ليش خاف خوف الليل مني خاف شخص خوف الليل الالية كان على جبل الكرمل وقاتل بالصلاة منهم أنبياء البع الأنبياء أداء زابيث الأربعمية مع أربعمية وخمسين السواري مع كلهم الآلهة ثممية وخمسين نبي صلى حرقهم ونزل على النهر وقتلهم وقوة في أوجه انتصاراتها جالة سهم خوف الليل رح تجي إيزابيث وتقول لك انهزم خاف ارتعب ليش يا هالية مواني هالثاني أنا كنت وياك سويت هالأمور ليش ارتعبت من خوف الليل دير بالكم يا أخوة يا أحباء من يجيك سهم الليل ويقول لك أنت دير بالك أنت فلانش وفلانش وفلانش أنت في وهج الخدمة إبليس يضرب هذا الشي الرب ررجعهم من قعده وياه بس تقعد مع الرب ما أريدك تسوي كل شي تقعد مع الرب وشوف الرب شون يرجعك ويطيك نور رح نيجي على الرباعية بس على السرعة سهمهم يطيروا في النهر هذا سهم عكس مدو عكس خوف الليل جاءنا واحد بالنهر شنو بالنهر بالنهر طرف إبليس يستطيع أنه يكذب عليك ويرفض عليك هواية أمور ويضربك بسهم سريع جدا لأن الأسهم تشوفها ما تشوفها تشوف سرعة فسرعة الضربة ما لك تخليك تعوف خدمتك هواية رب يحفظنا من أدأسهم في وسط النهر يعني تعرف أنت وين أنت بالكنيسة في النهر يعني أنت بالضو أنا بالضو قبل شوية قلت لكم خوف الليل ظلمة مدى أشوف بس بالنهر هسه بالنهر يضرب إبليس يضرب إبليس وأنت بالخدمة وأنت قاعد بالكنيسة يضربك بسهم ويقول لك أنت مو مكانك بهذا المكان أنت لازم تغير مكانك من هذه القنافة للقنافة الأخيرة غيرت مكانك بعد يضربك بسهم لا 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 أنت مو بها القنفة أطلع بره التوقف بره ويضربك يضربك بسهم الله بره ويخليك مطوصل حتى ساحة الكنيسة ليش في وسط سهم يضرب حياتك لا تخلونا نلتج إلى هالأمور لأنه هذا الرب أعلنها لنا معلنة معلون كل معلنة لنا كلها جيد تكونوا ويايا بالعربية الفصحة حينما يخدم لا تنتظر الشخص يجي باركك لأنه المبارك هوش رب المجد يسوع يضربك سهم يقول لك ذولين بدي يقولوا لك الرب يباركك هنزل من الوعاف أريد واحد يقول لي ربي يباركك ما أحكو أحد ما أقول ليش ذا وعاف لا 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 يعني مو قضي يعني قضي أي واحد يخدم مرة تشوف واحد يخدم ينظف واحد يصلي محما يجي يقول له ربي يباركك وانت شنت خادم مؤثر لا تفكر هذا لأنه هذا فكر من يجي من سهم يطيره في النهار سهم يطير في النهار يضربك هذا السهم في وسط خدمتك يضربك دير بالك لأنه المجد والشكر وكل شيء الرب هو اللي يعطيك مو تنتظر عطيه من الشخص حلو ندبارك بهذا الشيء باش إذا حتى له مدبارك نحن مدباركين باعه الشبعان يدوس عسل العالم الجوء الجاية عشي يسوي يلحس مو بس عسل ما يكون قدام فهذا السهم المزدوج اللي يضرب شعب كامل في وسط النهار أريحة تذكروا أريحة أسوار أريحة شعب أسوار أريحة والرب طهم النصرة على هذول الأسوار وانهدت الأسوار وانتصر الشعب بعوى الشكل عالي تعرفوه عالي هل كبرها مقابل أريحة يعني مقدة الكنيسة هذول منهم ضربهم السهم إبليس في وسط هذول منهم هذول احنا نعلسهم على سيتي راحوا عليهم هالهل زغرة علسوهم رجعوا قايف قالوا يا رب شو نسأل فإحنا أريحة ودمر عالي دول اللي احنا هاي دير بالك من الانتفاخ سهم في وسط النهار ضربهم عالي اللي ما يعجبهم ألسوهم بالكامل شوفوا شي آخر سلوب الخامس اللي لازم نفهمه الأسد والسلطة احنا قلنا قلت لكم الشعرية مجازي يعني ماكوا واحد يجيب أسد ثاني وراح يسعد فوق الأسد أو يدوس الحياة صح لا مصح بس شو يقصد الأسد والصل زين نفكر ليش جاب الأسد والصل بالنص زين مثلا مثلا قال الأسد والصل وبعدين قال الشبل والثعبان إذن يثبت أمر معين هو من يقصد يقصد إبليس لأنه هذول الاسمين يقصون إبليس كأسد يجول من يبتلعه بسفر الرؤية يقول لك كاش التنين الحية القديمة إبليس فإذن يقص إبليس زين لماذا جاب أسد هذه بالحرب حرب روحية من يعرف شون يتعارك الأسد ما عدنا سود هنا قاعدين ما عدنا سود هنا قاعدين هاي بتاليوم شغلتك عالي ايش منه قال زئير تعرفون قوة الأسد عند أمر يسويها عند الزئير يسموه زئير الأسد زئير الأسد من يصيح شي سوي بالحيوان القدامه يخرع يخترع أي شخص ويستسلم يرجف يستسلم يقول له تعالوا كلني ويروح يأكله براحته الغزاء هذا محن ما كان يقدر يصيده تعرف ليش لأنه أسرع محن ما يصيده بس من وراء الصيحة ماله يرتعب ومن وراء يباو عليه وش يخوف هم يوقع بها فأسلوب الأسد اسمعوني أسلوب الأسد أسلوب بالحرب يواجه وجه على وجه ما يخاف أسد يهجم بليس يهجم عليك يشوفك أنت خايف بس شون يخوفك يرعبك باش يرعبك بالصوت يرعبك بأمر هو ما موجود يصيح عليك صيحة وانت عبالك راح تموت يرهم عدو الخير يرهم فإذا أنت خايف وقعت وين فخ الأسد فترسك على أسد زين الثعبان شي يسوي عم يصيح قدامك عارك شايف الثعبان شو جيت عارك أقول لك شغلة واحدة أسد يهجم بصوت يرعب يأكل الفريسة ويطلع دمائه حرب اللخة هاي حرب الحية احنا كنا واقعين بيها كارشو توقع بيها اسلوبها رائع جدا لا تطلع صوت تختفي ما تشوف ها تلف عليك بكل حمدية صورتها حلوة وراها الدخدغك أقول لكم شي واحد من يكشف هذا الاسلوب اسلوب الاسد من وقع بها وقع بها بطرس تذكرون بطرس وين وقع بها بطرس وقع بها ودي يلتقي مع يسوع ويروح عليه وذول يلازمين يسوع ويروين يقتله فبطرس اللي قال عاني وياك رح أموت جتيلة وحدة أبليس قوى قال باوح باوح قدامك شاف يسوع دي ضربو ودي بسقون عليه ودي كتلو رهب قال لأ انت هش رهب مو باش جال صوت رهب خاف قعد قال لأ انت وياك قال لأ عاني موها قبل شوية قال عاني وياك هذا اسطوب الاسد يرهبك يخوفك راح يروح منك فلان شي راح يقطعون عليك الفوتستام هذا مشكلة راح فلان شي هو كشي ماك وما تعرف ش نساب وانت منجوع كيابة تبعت مننا المئة سنة ما تموت منجوع وش فيك لا ترهب فيجيك الرهب من الاسد ومن منه نكر من خادمة انت مو ياهم لو باقي هذا اللي قصد المنخص وهذا اللي بس رهب ابليس كاسد الحية منه يذكر حية منه فادمثل بالكتاب انت اليوم ما عدا ما عدا حو الحية شو قلت لكم تكتل بلطف بوداع اقوى قصة قصة شمشوم شمشوم انتبهوا علي شوفوا فكرة شمشوم مهمة قوية جدا شمشوم لو كان طلع للاسد كان شك حلقة هو بالفعل طلع للاسد شك حلقة يعني ما عارف شك حلقة يعني بدخل ايده قلون قلبه بالبطانة شون دخل ايده بس ربك يدري بس ليش كان روح الرب عليه شق الاسد بس جتيلة حية منو كانت حية ها او يا باخ دليلة دليلة جتيلة هذا مايفيدويها سديابا منو تفيدويها دليلة دليلة اسلوب حية دليلة سوت له تعال حبيبي تعال شمشوم تعال اقعد هنا ملسة الشمشوم قل لي قل لي قل لي يا شمشوم اقولكم شي واحد منقللها طبعا عدة بس اوصلكم للرئيسي منقللها قوتي في شعري دليلة دليلة امرأة بسلوب بليس يستخدمها كالحية وتقضي على اقوى شخصية موجودة بالكتاب المقدس ليش يا با لانه قاعدت على الفخذ وملسته وكشف امر لازم ما كان يكشف تعرفون ايش قالت له قالت له اذا 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 ما تقل لي اليوم بعد ما قاعدك على الفخذ ولا ملسك ولا اقصها عليك قال لا 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 تعرفين يعني عني نذروني فالقوة ما لي وين في شعري هي القوة هي القوة مو بالشعر انتبوا عليها نقطة مهمة القوة مو بالشعر القوة وين ها لا 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 انتبوا فمعلومة مهمة القوة ليست في الشعر القوة انه هذا شخص مكرس الشخص المكرس يعني هذا الشخص هو تحت سلطان الله الشعر طبعا شعر المرأة هو مجدها والشعر هو فوق يعني يقول الكاتب انه من انا اقول انت انت يا شمشوم انت تحت سلطان الله هو كان بالفعل تحت سلطان الله لكن شمشوم من نعم جوه امرأة دليلة قال له سمعي خلي عوفك سلطان الله اغذي انتي سلطان سلم ايش سلم سلطان الله وسلمت السلطان من عنده وقصت شعره ومن قصة شعره قال له لقوم جو الفلسطينيين قام انتفض ما كان يعرف انه شعره مكسوس لانه تعرفون شعر عادي بس ليش فارقة روح الرب فارقة من راح طلعه يضرب عنك اول ما شيفك سوا عينه اقول لك مراته هوا مراته هوا اللي عنده ضعفات يسقط الحية تضرب الشخص اللي عنده ضعف تلف عليك وتعصرك تكسر بيك عمود الفقري مالك هرسة بدون لا دم ولا صوت وتبلعك بدون قطرة دم بليس يلف عليك بملساء براعة مرتاح لف عليك بليس وبعدين ما تشوف لنا انه ضغط عليك ضغطة اللي يضغط عليك يقسم ايش يقسم العامود الفقري ويدمر عظامك وانت تنتهي كخادم هواي خدام سقطه بهذه الحية وبلعه ما اطلعه بلعه حالة حال الاسد خالة الاسد تنهز من عنده بس الحية ما تنهز من عنده مراته يقول مراته يقولولي انه اندساء هي حية من الخبرة يعني زيارات ما زيارات المراته من تريد نحن ليس نسوان نسوان يختلفون انتم تطلعوا على صفحة نحن نحكي على النساء الخارجات يعني هؤلاء غير مؤمنات يقول لك يقول لك من اتنام اتنام بيدها ستشينة وبيدها ماسيحة هاي وين من اتنام بالغرفة اول ما يجي الرجال يا اما ضربه بستشينة المطبخ او ضربه بالماسيحة شون الماسيحة و شون ستشينة انتم بتعرفون لانه لانه مولكم مش حاجة يا اما الماسيح مسويني خدامه طب ضربه تبستشينة او خلي ليل نهر اشتغل شك ضربه بماسيحة سوى سوى تيش سوى تفاصل ضربته هاي اول خمسة وعشرين بعد خمسة وعشرين سنة تسحب مسدسة عيد بلا تقوم مننا لضربك تلقى براسك حقيقة اقول لكم حقيقة بليس يستخدم هذا الاسلوب حتى ايش حتى يدمر عائلتك حتى ايش حتى يدمر خدمتك حتى ايش حتى يتغمر امرك الروحي اسلوب الافعاة من الاساليب القوية اللي لازم ننتبه منعدها والرب يطينا نصرة وقوة حتى نقدر ننتصر عليها شنو الرباعية اللي انا راحش عليها شوفوا رباعية الحماية اربع امور مهمة الساكن في ستر العلي العدد اول وعدد اربعة عشر وهي العداد كلها عدد رائع جدا يحتكلم عن نصر اذا صار عندنا وقت اخر اتكلمكم عنه لكن احكيكم على العدد ان هذا الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت لانه تعلق بيه ونجيه ورفعه لانه عرف اسمي الساكن شنو تعني شنو الساكن ساكن يعني مقيم حماية ساكن يعني حماية يعني انت من تسكن في مكان قل ااني بس لقي لي مكان خليني يقعد بي ليش تريد مكان صير عندك حماية بي والحماية ما لنا احنا ايش ادنا التبني اذا بليس جاء قل ااني ابن وليس عبد حتى تستخدمني فالبنوة اللي الرب طانيها طاك سكنة انه يسكن الروح القدس في حياتك والمبيت تنام يقول لك نام ومرتاح ليش نام ومرتاح مطمئن ليش لانه عيني الرب تحرسك اكو عين لا تنام منو عين منو عين اللي دخلك الى المساكن الى العالي عينه لا تنام واذنيه تسمع المن لصلوات اولاده القديسين طا اذنه وعينه عليك ليلا نهارا ولهذا السبب ساكن وانا في البيت مطمئن وبعدين يقول لك تعلق بيت تعلق شنو تعلق يعني يعني انا متكل عليه تعرف اذا توقع اذا توقع بالمي وبعد بلما يجاك قرش وتريد تخلص من عنده فهذا بس قال لك الزم هذا الحبل وبي بيشوب اطلع فشو رح تطلع من هذا رح تبقل لا انت دبلي غير حبل دبلي غير حبل لو يكون خيط ولهذا السبب شو تسوي بي تلزم بي وتلف نفسك وتقول له اسحبني 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 ليش لانه راح تموت ولهذا السبب بنقول لك تعلق بي فانجيه اللي يتعلق بالرب ما يخسر لانه ينجيه من شر هذا العالم والشي الرابع عرف اسمي اول كلمة عرفة شنو يعني صدقت عمل النعمة اذا انت مؤمن لازم تعرف انه انت عندك خلاص وعندك يقين بالروح القدس الساكن بينا وعرف اسمي كلمة اسمي كلها اسامينا اللي موجودين اصح فلان طارق كابي تعال منو سوي تاني صحة اسم بس هو الانتباه ليش بس هو الاسم اسم العالم هو للتمييز فلان فلان دا ميز الاسماء مانا اميزها يختلف عن اسم الله اسم الله ليس من اسماء العالم اسم الله اسم مميز بدون ما يتميز ولهذا السبب سبب مهم جدا انهم من قل عرف اسمي يعني يعني صفات اللي هو موجود بها اختبرتها يعني مثلا ايل شدا الله هو القدير يهو رفا الرب شافي يهو مقادش الرب يقدس الرب راعية روعي فكل الكلمات تطي ايش تطي بانه عرف اسمي يعني اختبر ايش اختبر من انا فاذا انت اختبرت من هو الله فراح تعرف اسمه من راح تعرف اسمه ما راح تخسر طول ايام حياتك رب يسوع المسيح اضاف اسم اخر بهذا النصدد ما كان موجود باللحظة القديمة تعرف اسمه قال قال ابوكم السماوي اسم اخر ابوك ما كان موجود باللحظة القديمة باللحظة الجديدة طانية فصار ايش فصار شوان ما نحتمي وين نحتمي تروح على ابوك وتروح على اي شخص ولهذا السبب الرب الطان هاي النعمة انه بالفعل انه الرب يعينه ورب يقوينا بكل شيء خلاصتنا انتبهوا الخلاصة لا احد يستطيع ان يهزم اي مؤمن ليش لانه العمل الذي تم على الصليب عمل عظيم جدا فقط اريدك تكون هناك كن عند الصليب وباقي كل الامور محلولة امامك امين ربطكم نعمة يستخدمكم ويستخدم هذا المزمور حتى تقدرون توصلون رسالة خلاص وامر معين لكل اولاد الرب خلونا خلونا نوقف ونسبح الهنا بهذا الوقت ونجمع عطايانا وعشورنا للرب اشتركوا في القناة